أبنائي طلبة الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصور من دروس التعلم عن بعد بمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو قصيدة النحلة الصديقة الجزء الثالث هل أنتم مستعدون أبنائي كما كنتم دائما؟ هيا بنا كنا أبنائي في الجزعين الأول والثاني قد درسنا وناقشنا بعض أبيات القصيدة وتوصلنا إلى الموضوع العام للقصيدة وأيضا الحدث التمهيدي للقصة الشعرية ثم أيضا الحدث الأول والثاني وكذلك الحدث الثالث وأيضا الحدث الرابع وسنستكمل اليوم مناقشة أحداث أخرى للقصة من خلال أبيات أخرى في القصيدة دعونا أولا أبنائي نتعرف أهداف هذا الدرس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يلقي الأبيات الشعرية المحددة إلقاء سليما ومعبرا عن المعنى يستنتج الأحداث الرئيسة للقصة الشعرية استنتاجا صحيحا يوضح الأحداث الرئيسة في القصة الشعرية يستخدم المعجم للبحث عن معاني بعض الكلمات بخطوات صحيحة يوضح التشبيه وأثره في المعنى بشكل صحيح هيا بنا يا أبنائي ننطلق معا لتحقيق هذه الأهداف أبناء العزاء سأقرأ على مسامعكم هذه الأبيات الشعرية قراءة إلقاء سليما ومعبرا عن المعنى وأرجو أن تحسنوا الإصغاء والمتابعة البصرية ويفضلوا أن تتابعوا قراءتي من خلال مصدر التعلم وأرجو أيضا أن تنتبهوا أثناء القراءة إلى أهمية الالتزام بنطق الحروف من مخارجها الصحيحة والتعبير بنبرة مناسبة للمساهمة في توضيح المعنى سأبدأ الآن قراءة هذه الأبيات أبنائي هل أنتم مستعدون؟ حسنا علقت صيادنا بمئات الإباري جعلت من جلده عبرة المعتبري فانثنا والولة في عواء منكري مقسما للليل لا عاد طول العمر تركت نحلتنا دلسها للبشر أبناء العزة لا شك أن هناك كلمات جديدة في هذه الأبيات التي قرأناها نحتاج معرفتها لفهم مضمون النص فما معنى كلمة علقت أحسنتم علقت أصابت حسنا ما المقصود بتركيب عبرة المعتبري أحسنتم أي مثالا وتحذيرا لكل من أراد السوء للآخرين حسنا أبنائي ما معنى كلمة إنثنا أحسنتم إنثنا أي تراجع ماذا عن كلمة والولة نعم أحسنتم فكما جاء في حاشية الصفحة والولة المقصود بها الصوت المرتفع ما معنى كلمة منكر أحسنتم منكر أي غير مستحسن ما المقصود بالتعبير لا عاد طول العمر أحسنتم أحسنتم أي لن يعود لفعل ذلك أبدا والآن أبنائي دعونا نناقش ما جاء في الأبيات التي قرأناها ونبدأ بهذين البيتين ماذا فعلت النحلات حتى تمنع الذئب من صيد الخروف يا أبنائي أحسنتم أحسنتم علقت صيادنا بمئات من اللسعات المؤلمة وقلنا ما معنى علقت نعم أحسنتم أصابت أي أصابت الذئب ومن مقصود هنا بصيادنا أحسنتم المقصود هو الذئب حسنا أبنائي هل تركت هذه اللسعات في جلده أثرا كبيرة نعم أحسنتم لقد تركت هذه اللسعات أثراها الكبير وجعلت ما حصل لهذا الذئب عبرة وتحذيرا لكل من يفكر في هذاء الآخرين حسنا أبنائي ما الحدث الذي يدور حوله هذان البيتان أحسنتم هجوم النحلات ولسعها الذئب وجعله عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين دعونا الآن نناقش هذين البيتين ماذا كان رد فعل الذئب عندما لسعته النحلات بمئات من إبارها المؤلمة أحسنتم لقد انثنى مولولا وهو يعوي بشكل منكر ما معنى انثنى كما ذكرنا سابقا أبنائي أحسنتم تراجعا ماذا عن كلمة ولولا ولولا قلنا هي الصوت المرتفع أي الصراخ وما المقصود بعواء منكر أحسنتم أي أن صوت عواء الذئب كان غير مستحسن بسبب الآلم طبعا إذن تراجع الذئب وهرب وهو يصرخ من الألم وقد عل عواءه بشكل غير مستحسن ما القسم أي الوعد الذي وعده الذئب بعد هذا الهجوم وهذا الألم الذي أصابه من لسعات النحلات أحسنتم وعد أن لا يعتدي على الآخرين طول حياته حسنا أبنائي ما الحدث الذي يدور حوله هذان البيتان أحسنتم تراجع الذئب ووعده بعدم الاعتداء على الآخرين أبنائي هذا البيت الأخير في القصيدة وهو يشكل المغزى من قصة النحلة الصديقة دعونا نناقش سريعا ما جاء فيه ماذا تركت أبنائي النحلة الصديقة لنا نحن البشر أحسنتم تركت لنا درسا ومغزا من خلال أفعالها التي تعرفناها في هذه القصة حسن أبنائي ماذا كان هذا الدرس أحسنتم الدرس الذي تركته النحلة لنا في هذه القصة كما أشار البيت الأخير هو أن نتحلى بالأخلاق الحميدة وأن نكون متعاونين ونساعد الآخرين وأن نتصدى للظلم والظالمين ولا يخيفنا ذلك أبدا إذن المغزا أبنائي من قصة النحلة الصديقة والذي أشار إليه الشاعر في هذا البيت هو أحسنتم التعاون ومساعدة الآخرين والتصدي للظلم والظالمين وعدم الخوف منهم والآن أبنائي أرجو أن توقفوا هذا العرض للإجابة عن أسئلة الدرس التالية القسمين دال وها من السؤال الأول من أسئلة الفهم والتحليل الصفحة 119 وأيضا القسم دال من السؤال الثاني الصفحة 119 وأيضا السؤال الثالث الصفحة أيضا 119 وأيضا السؤال الرابع الصفحة 120 وأيضا السؤال السابع الصفحة 120 وأيضا هذا السؤال السؤال الثالث الصفحة 118 وبعد الانتهاء أعيد تشغيل العرض حتى تتابع إجابتي لها حل التدريب نريد أن نتأكد من صحة هتين العبارتين في دال وها أبنائي في دال تعاون النحل في إنقاذ الخروف النائم من أنياب الذئب هل هذه العبارة صحيحة نعم أحسنتم ماذا عن العبارة الأخيرة تحمل الذئب الألم الشديد الذي أصاب جلده هل فعلا تحمل ذلك أبنائي لا فهذه العبارة غير صحيحة أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات في القسم دائم من هذا السؤال جعلت من جلده عبرة المعتبري ما المعنى الذي يوحي به هذا البيت أبنائي من المعاني الموجودة في الشكل المجاور أحسنتم شدة الأذى والألم أرجو أن تقارنوا إجابتكم بهذه الإجابة في هذا السؤال أبنائي برأيك لماذا قرر النحل مساعدة الخروف هذا السؤال متروك لإجابة الطالب لكن كاقتراح إجابة لأن النحل متعاون ويحب مساعدة الآخرين في هذا السؤال أبنائي نريد أن نقارن بين حال الذئب قبل هجوم النحل عليه وحاله بعد الهجوم من خلال وصف الشاعر له في القصيدة فما الحال التي كان عليها قبل الهجوم؟ نعم أحسنتم كان شريسا ماكرا متعهبا لافتراس الخروف أما حاله بعد الهجوم؟ أحسنتم كان خائفا صارخا بعواء منكر من شدة الألم نادما ومقسما أن لا يعود مرة أخرى أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات في السؤال السابع ما الدرس الذي يقصده الشاعر في البيت السابق؟ تركت نحلتنا درسها للبشر أحسنتم التعاون ومساعدة الآخرين والتصدي للظلم والظالمين وعدم الخوف منهم أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات في هذا السؤال أبنائي والخاص باستخدام المعجم وقبل قيامنا بالإجابة عنه دعوني أذكركم بكيفية البحث في المعجم تابعوا معي أبنائي حتى نقوم بالبحث في المعجم عن مادة كلمة أو عن معناها فإننا نقوم أولا بتجريد الكلمة من الحروف الزائدة أي نرد الكلمة إلى جذرها وغالبا يكون الجذر هو الفعل الماضي والمكون من ثلاثة أحرف فمثلا عند بحثنا في المعجم عن معنى كلمة المعتكر فيجب أولا أن نجردها من الحروف الزائدة كما قلنا وأيسر طريق لذلك هو الفعل الثلاثي منها فتصبح عكرة وعند البدء في البحث في صفحات المعجم نتتبع ترتيب حروف الجذر حتى نصل إلى الكلمة التي نبحث عن معناها فإذا ما وصلنا نجد جذر الكلمة في المعجم وحينها نجد معناها مفصلا وربما يكون لها أكثر من معنى فنختار ما يوافق السياق الذي جاءت فيه الكلمة وفي نصنا الذي ندرسه جاءت كلمة المعتكر في السياق التالي في الدجا المعتكري إذن المعنى الذي يوافق كلمة المعتكر هو نعم اعتكر الليل فهو معتكر اشتد سواده ودعوني أبناء يذكركم أن الكلمات في المعجم تكون مرتبة وفق الحروف الهجائية لجذر كل منها والآن أبناء دعونا نعود إلى التدريب للإجابة عن السؤال ما معنى كلمة المعتكر كما في المعجم الشديد السواد أما الأغبر فمعناها الشديد ماذا عن كلمة انبرا نعم أحسنتم اعترض أو تصد أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات أبنائي من خلال هذا البيت سنتوقف قليلا عند توظيف الشاعر للتشبيه وأثر ذلك في المعنى فقول الشاعر أن ذئبا شرسا نابه كالخنجري فيه تشبيه لتأكيد شراسة الذئب فقد شبه في الشطر الثاني من البيت ناب الذئب بالخنجر دللة على حدة وخطورة ناب الذئب وهذا التشبيه جاء ليخدم ويوضح الدلالة والمعنى الذي أرادهما الشاعر وقد جاء هذا التشبيه أبنائي مكتمل العناصر فالمشبه هنا هو نابه وأدات التشبيه هنا هي حرف الكاف والمشبه به هو الخنجر إذن عناصر التشبيه المشبه وأدات التشبيه والمشبه به والآن أبنائي أرجو أن توقفوا العرض وتقوموا بالإجابة عن السؤال السادس الصفحة 120 وبعد الانتهاء أعيد تشغيل العرض لتقارنوا إجابتي لها أبنائي أرجو أن تقارنوا إجاباتكم بهذه الإجابات بهذا نكون أبنائي قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درسنا وهذا ما تعلمنا نلقاكم بإذن الله في الجزء الرابع في رعاية الله أترككم